شاركت عناصر الموسيقات العسكرية المصرية في مهرجان ديبريسين الدولي الثاني والعشرين لفرق الموسيقات العسكرية والذي أقيم بدولة المجر تلبية للدعوة المقدمة من الجانب المجرية وشاركت في المهرجان إحدى عشرة دولة بينها مصر وقدمت الموسيقات العسكرية المصرية عددا من المقطوعات التراثية والوطنية كما أظهر فريق الموسيقات العسكرية المصرية ملامح التراث الوطني والحضارة المصرية في لوحات فنية متميزة روجت لمصر كأحد أهم الوجات السياحية العالمية وعبرت عن أصالة الحضارة المصرية العريقة وأشهد القائمون على تنظيم المهرجان بأداء الفريق المصري الذي عكس مدى المحتوى الفني الراقي والعروض المتميزة التي تقدمها الموسيقات العسكرية المصرية اشتركوا في القناة